سجلت نينا وعدداً كبيراً من الهلاكات في قطعان الجاموس بعد انتشار مرض الحم القلاعية وبدأت الوديان تعج بما نفق منها بسبب هذا المرض بدأت تسجيل الإصابات قبل شهر تقريباً ووصلت اليوم إلى الآلاف لا أكل لا دعم لا حكومة ولا بيطرة هذه الخمسطة عشرنا على هذه الحالة هلاكاتك كثير؟ نعم أكل هناك حلال مصاب كله كله مصاب ويموت لا دعمنا البيطرة ولا شيء من أحد يدعمنا أدوية ما يكون هناك حسابنا الخاص يقول المربون أنهم لم يشاهدوا موجة للحمة القلاعية بمثل هذه القوة وعراض المرض هي حرارة قاتلة تصيب فم الجاموس والأقدام بالإضافة إلى الضرع مما يمنعها من الأكل والمشي وإنتاج الحليب لتبقى طريحة على الأرض لأيام عديدة هي والله فرد مرة أكثر شيء شميل يتأثر؟ شطورها ورجلين هذا ظلفها لدينا نسا جاوموسها رح شوفها بسمها سعاد بارها والله واحدة اللذي بحناها على الأول بارها أنتم مع أنا سنوات من الجفاف وغلاء في أسعار الأعلاف مع غياب الدعم الحكومي للبيطرة والزراعة في توفير اللقاحة والأدوية كلها أسباب باتت تهدد بقاء الثروة الحيوانية لا يطون علاجات لا يطون جرعة لا يطون أي شيء مي يطون صار هلاكات شكرا هلاكات شكرا هلاكات شكرا والله هاي دحقان الجثة ديشة ملقح الفطس كلها دحقان كلها مفطس العجوب الفطس هسا العجوب كلها مضربها الجمس ضربها يعني ماكو هاي شما مضروب هسا عبد ماكو مدير المستشفى البيطري في نينوا قال أنهم لم يعلموا بانتشار المرض منذ البداية وقد أخذوا عينات من الدم وينتظرون النتائج لتوفير اللقاحات تم أخذ عينات دم وعينات نسجية وإرسال إلى المختبرات المركزية في بغدار لغرض يعني التشخيص الدقيق للحالة وأيضا تشخيص العترة الفيروسية لأصابة الحيوانات يحمل أصحاب حقول الجاموس البيطرة مسؤولية انتشار المرض لعدم توفير اللقاحات التي كانت توزع لهم سنويا وغياب الدعم مع الظروف الصعبة التي يمرون بها جعلت الكثير منهم يخسرون قطعانهم من الموصل محمود الجماس قناة التغيير